السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد هل تتذكرون تطبيق اي ايفون الذي أحدث تطور في عالم الاتصالات بترجمته الفورية للمكالمات لقد تحدثت عنه سابقا على قناتنا واليوم أعود لكم بحلقة جديدة ومثير للغاية لأن هذا التطبيق الرائع لم يتوقف عن التطور في هذه الحلقة سنكتشف معنا الميزات الجديدة والمدهلة التي أضافتها اي ايفون والتي ستغير طريقة تواصلنا بشكل جدري تخيلوا معي الآن يمكنكم إجراء مكالمات واتساب مترجمة فوريا والتحدث وجها لوجه مع اي شخص بأي لغة دون الحاجة لمترجم لنكتشف المميزات الجديدة التي انضفت في التطبيق لكن بعد هذا الانترو التطبيق وجهته على هذا الشكل هنا في خيار أنا سوف تجد النقاط الموجودة في حسابك وهنا الرقم الأمريكي الخاص بك ونفي البريدة الواردة سوف تجد المكالمات الصادرة والواردة وكلالك الرسائل التي تصلك في التطبيق وهنا سوف نجد الترجمة الفورية ترجمة الآن كما تلاحظون مثلاً أمامك شخص يتكلم بلغة أخرى مثلاً باللغة الإنجليزية فسوف تقوم صريقي باختير اللغة الإنجليزية على سبيل المثال هنا وهنا تقوم باختير لغتك العربية وتتحدثون فيما بينكم بشكل مباشر بطريقة سهلة وبالترجمة الفورية فقط تقوم صريقي بالنقرة على المايكروفون ثم تتحدث بلغتك وهو سوف يتوصل بكلامك باللغة الإنجليزية الخاصة وهو كذلك سوف يقوم بالنقرة على المايكروفون ويتحدث بلغته الأم وسوف يترجم لك التطبيق ماذا قال الطرف الآخر باللغة العربية إذا فصلنا إلى ذلك سوف نجد ميزة أخرى وهي الاتصال الاتصال هنا في المكالمة العادية تقوم صريقي باختيار مفتاح الدولة لذلك الرقم الذي تريد الاتصال به بعد ذلك تقوم بإضافة الرقم وسوف تقوم بالنقرة على call وهنا تقوم صريقي باختيار لغة ذلك الطرف الآخر الذي يتكلم بها مثلا اللغة الفرنسية تقوم باختيار الفرنسية الإنجليزية الصينية الإسبانية العربية الروسية البرتغالية جميع لغات العالم موجودة هنا حتى اليابانية الكورية كما تلاحظون الألمانية كل لغات العالم متوفرة هنا كذلك هنا تقوم باختيار لغتك أي لغة العربية يمكنك صريقي الاتصال بمكالمة مجهولة عن طريق رقم أمريكي أو يمكنك تقوم بالاتصال بلغتك أو تقوم بالاتصال برقمك الهاتفي وتوفى يظهر للطرف الآخر الرقم الهاتفي الخاص ثم تقوم صديقي بالنقرة على اتصال وسوف يتوصل بالمكالمة والرد عليها سوف نقوم بتجربة الطريقة معا كذلك هنا في مكالمات الفيديو واتساب يمكنك ترجمة مكالمات الواتساب بشكل مباشر وفوري تتصل بأي شخص في جميع أنحاء العالم حتى وإن كان في الصين في روسيا في اليابان كوريا إسبانيا تقوم صديقي باختيار مكالمة واتساب أو سوف تجد عدة تطبيقات يدعمها التطبيق هذا كما تلاحظون سوف نجد مجموعة من التطبيقات أبرزها واتساب، ميسانجر، انستغرام، فيبر وغيرها حتى التليغرام دعونا الأصدقاء الآن أن نقوم بتجربة مكالمة فيديو كل ما عليك والتوجه لخيار كول ثم تضغط على خيار أيقونة الفيديو ثم تضغط على واتساب كول ترونسليشن ثم بعد ذلك تقوم باختيار لغة ذلك الشخص الذي تريد تحدث مع مكالمة فيديو في واتساب وهنا تقوم باختيار لغتك فعلى سب المثال ذلك الشخص الذي أريد التواصل معه يتكلم باللغة الفرنسية فسوف أقوم باختيار اللغة الفرنسية ثم أضغط على Envit Friends أو دعوة صادق بعد ذلك سوف يحولني مباشرة إلى واتساب سوف أقوم باختيار ذلك الصادق الذي أريد التواصل معه أقوم بإرسال له الرابط وهو سوف يقوم بفتح الرابط عندما يقوم بفتح الرابط سوف تفتح المكالمة الفيديو مباشرة كما سوف نلاحظ مرحباً، كيف حال؟ أنا بخير، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حال العائلة؟ كل شيء جيد، الحمد لله، شكراً لك سوف أعبد الاتصال بك مرة أخرى لاحقاً مع السلام كما لاحظتم أصدقائي، المكالمة مترجمة من اللغة العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى اللغة العربية في الوقت الفعلي يعني بشكل مباشر كما لاحظتم في الفيديو الآن سوف نقوم بتجربة التطبيق في مكالمة عادية مع شخص يتحدث باللغة الفرنسية كما تعلن نقرأ على هذا الخيار ثم تقوم باختيار مفتاح الدولة فعلى سبيل المثال، هنا سوف أقوم بالاتصال بصديقي الذي يتكلم لغة الفرنسية سوف أقوم باختيار الرقم من هنا ثم بعد ذلك أقوم بالنقر على إجراء مكالمة هنا سوف تجد خيار هنا تقوم صديقي باختيار اللغة التي يتكلم بها صديقك وهنا تقوم باختيار لغتك التي تتكلم بها بعد ذلك صديقي سوف تظهر لذلك الشخص رقم أمريكي لذلك الطرف الآخر يمكنك صديقي أن تقوم بإضافة الرقم الخاص بك حتى يظهر الرقم الخاص بك للطرف الآخر بأنك تتصل به برقمك ولكن إذا أردت مكالمة مجهولة فيمكنك اختيار الرقم الأمريكي هنا أنا سوف أقوم باختيار هنا اللغة الفرنسية لغة ذلك الصديق ثم بعد ذلك أقوم بإجراء مكالمة مرحبا سوكينة كيف حالك؟ الحمد لله بخير كيف الحال والعائلة؟ الحمد لله كل شيء بخير وانتي كيف حالك مع الدراسة؟ مرحبا سوكينة كيف حالك؟ الحمد لله بخير هل ذهبت إلى فرنسا هذا الأسبوع؟ مرحبا سوف أذهب إلى المنزل سوف أذهب إلى المنزل سوف أذهب إلى المغرب أحبا سوف أذهب إلى المنزل في أربع سنة أراك هنا في المغرب إن شاء الله ما فراء منها في أربع سنة إن شاء الله أراك هنا في المغرب ولكني لا أتبع لأخذ فإن شاء الله سيكون هذا الفائد جيد على العموم سوف أراك في المغرب إن شاء الله عندما تعسين أقري لك من لكن ترى أن أصل إن شاء الله مع السلام كما لاحظت مصدقائي عزاء المكالمة ترجمت باللغة العربية للطرف الآخر يتكلم باللغة الفرنسية وانا اتكلم باللغة العربية الام يعني تترجم له باللغة الفرنسية ولغته تترجم لي باللغة العربية كما تلاحظون اصدقائي العزاء هنا والجميع في الأمر يمكنك تلخص المكالمة بالكامل بالنقر على IISO معي كما تلاحظون عند النقر عليها سوف تجد ملخص للمكالمة التي أجريتها أنت وذلك الشخص أو أنت وصديقك كما تلاحظون أصدقائي هنا سوف تجد المكالمة التي أجريتها كاملة يمكنك اطلاع عليها في أي وقت تريد كما تلاحظ أيضا سوف تجد هنا المكالمة الفائتة وهنا جميع المكالمات التي قمت بإجرائها والتي توصلت بها أيضا هناك ميزة ترجمة الصور كل ما عليك صديقي أن تقوم باختيار لغة الموجودة في الصورة مثلا اللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك صديقي تقوم بالنقر على ترجمة الصورة ثم تقوم باختيار الصور من هذا الخيار من معرض الصور الخاص بك فعلا سبيل المثال سوف أقوم باختيار هذه الصورة باللغة الإنجليزية وشاهد معي سوف يقوم بترجمتها باللغة العربية على هذا الشكل ويمكنك تحميل النص باللغة العربية وهنا سوف تجد الصورة الأصلية وهنا مترجمة كما تلاحظ ويمكنك تحميل وحفظ الصورة مترجمة على هذا الشكل كما تلاحظون سوف نتوجه إلى معرض الصور وكما تلاحظون هذه الصورة صارت مترجمة التطبيق الصديقي يدعم جميع اللغات يمكنك التوجه إلى هذا الخيار ثم تتوجه إلى App Settings ثم تقوم بالتوجه إلى App Language سوف تجد جميع اللغات بما فيها اللغة العربية يمكنك تحويل التطبيق إلى اللغة العربية على هذا الشكل وهكذا نصل إلى ختام مراجعتنا لتطبيق iiPhone الذي أثبت مرة أخرى أنه أكثر من مجرد تطبيق إنه جسر حقيقي يربط التقافات ويزيل حواجز اللغة مع ميزات الترجمة الفورية لمكالمات واتساب والترجمة الفورية وجها لوجه لم يعد هناك عذر لعدم التواصل مع العالم من حولك شاركوا معنا تجربتكم مع التطبيق ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة وإلى فيديو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته